يقول السائل تزوج ابني من غير مشورتي فطردته من البيت فهل علي شيء ومع ذلك أني لا أقدر على النفق عليهما أخطأت في طرده من البيت لأنه لم يفعل منكرا وتزوج وقد أباح الله له هذا الشيء وشرعه له فهو لم يعمل منكرا حتى تطرده من البيت غاية ماهو أنه أخطأ في حقك حيث لم يستشرك ولكن أن تسمح تعفو عنه ولا يستوجب هذا أن تطرده من البيت وأما النفقه إذا كنت لا تستطيع الإنفاق عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو يكتسب ويسعى لينفق على نفسه وعلى زوجته هو يطلب الرزق نعم إذا كان يقدر على ذلك نعم